قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج إن المشاريع السعودية رسالة أمل للمواطن اليمني وأشهد بالتنسيق الدائم بين الحكومة اليمنية والسعودية ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جاء ذلك خلال لقائه السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد أرجابر بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض وقال إن الاجتماع اليوم يجسد ثمار الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج من خلال تنمية العديد من المحافظات ونوها الوزير العوج بالأثر الإيجابي الذي أحدثته منحة المشتقة النفطية السعودية في إنهاء معاناة المواطن اليمني وانعكاسها إيجاباً عن استمرار التيار الكهربائي بمختلف المحافظات اليمنية بالإضافة لأثر الوديعة السعودية والتي عززت الاقتصاد اليمني وأثرت في استقرار العملة اليمنية وأكد العوج على أهمية الشراكة بين المملكة واليمن من خلال المشاريع التنموية وفيما يتعلق بالقطع الخاص موضحاً بأن القطع الخاص سيعاد تأهيله وتفعيله وأن القطع الخاص شريك في التنمية وأشار للوزير العوج إلى أن العلاقة بين اليمن والمملكة علاقة تاريخية ودور وسائع إعلام هام في إبراس هذه الشراكة لتنمية الأرض والإنسان اجتماعنا اليوم كان يقسد ثمار الجهود الكبيرة الذي قام بها البرنامج من خلال تنمية العديد من المناطق واستعرضنا بوجود فريق العمل في البرنامج العديد من المشاريع التي تم تتشينها والتي تم وضع حاجة الأساس لها والمخطط لها في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والزراعية وهناك مشاريع متعلقة بالطرقات ولعل مشروع العبر وإنزال مناقصة يجسد هذه الشراكة الكبيرة بين اليمن والمملكة العربية السعودية وكذلك المشاريع التنمية الأخرى التي تم تتشينها من خلال البرنامج ومن خلال وجود مكاتب للبرنامج السعودي في مختلف المحافظات